بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك وللت عن ديني أهم الدعوات في آخر الزمان وبحسب ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه الفقرة وآخر هذه الفقرة دعاء في زمن الغيبة معروف موجود في كتاب مفاتيح الجنة أول الدعاء هذه الفقرات الثلاثة أهمها اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني إذا لم نعرف إمام زماننا نظل عن الدين ولا أريد أن أطيل عليكم المقام ومن دون مقدمات أريد أن أبين لكم زاوية ربما جدا ضيقة من معرفة شأن من شؤون إمام زماننا هذا الشأن وهذه الزاوية هي زاوية وشأن الغيبة غيبة إمام زماننا كيف يكون حاله كيف يكون وصفه لا أقول لماذا غاب الإمام ولا أتكلم لكم بكلام من عندي هذا كتاب بحار الأنوار سأنقل لكم كلام أشرف الخلق رسول الله وأهل بيته الطاهرين يتحدثون عن غيبة إمام زماننا بحار الأنوار الجزء 52 ثلاثة أجزاء من بحار الأنوار مجموعة فيها روايات عن إمام زماننا من ولادته إلى علاء ظهوره وثورته ومجريات وأحداث ثورته كلها روايات مجموعة في هذه المجلدات الثلاثة حري بالمؤمن الذي يريد أن يتعرف على إمام زمانه أن يقرأ هذه المجلدات الثلاثة المجموعة فيها تقريبا أغلب الروايات التي وصلت إلى أيدينا عن إمام زماننا في هذا الجلد أو الجزء 52 باب رقم 20 صفحة 90 أقرأ لكم اسم الباب وعلوان الباب وأنا سأقرأ لكم عدة روايات من دون إطالة ومن دون توضيح كثير أنت ستفهم وستتصور وسأرسم لك صورة عن إمام زماننا في زمان غيبته اسم الباب علة الغيبة والألطف بعد اسم الباب لم ينتهي علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته صلوات الله عليه في هذا الباب 22 رواية أنا لا أقرأ لو كان أنتم عندكم الفرصة اقرأوا كما قلت هذه المجلدات الثلاثة وهذا الباب بالذات لكن أنا هنا سأقرأ لكم أربع وخمس روايات عن نبي عن الأئمة عن نفس إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم الحديث لماذا غاب الإمام نحن نعيش في زمن غيبته لا نعيش في زمن الأئمة الذين سبقوا إمام زماننا نعيش ممتحنين في زمن غيبته ونعيش على أساس منتظرين لظهوره فلنرى نحن نعرف عن غيبته شيء نرسم صورة لكم من كلام أهل البيت عليهم السلام الرواية الأولى لا أعلق كثير الرواية الأولى في هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال لابد للغلام من غيبة لابد للغلام من غيبة الإمام الصادق ينقل كلام النبي الإمام الصادق باعتباره في زمن تقية ويريد لأما كلهم والنبي أيضا حافظوا على جعل اسم الإمام مبهم لماذا مبهم سيتبين لكم إذا كشفوا عنه يعني سيقتلوه لأنهم قتلوا النبي وقتلوا الأئمة واحد تلو الآخر إلى إمامنا الحسن العسكري عليهم وعليهم أفضل الصلاة والسلام فيشير إشارة هم النبي وهم الإمام الصادق لابد للغلام من غيبة فقيل له قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يا رسول الله لماذا سيغيب هذا الغلام يعني مهديكم يعني إمام زماننا راح يبين الإمام أمر مهم علينا نحن أن نتفكر فيه فقيل له ولم يا رسول الله لماذا يغيب تقول لا بد من غيبة له فقيل ولم يا رسول الله قال يخاف القتل ممن يخاف القتل أنا ما أدري سأقنع لكم بقية الروايات وأتسلسل في رسم هذه الصورة أوضح معالمها يتبين ربما تقول الخوف الإمام يخاف من الأعداء كما قتل الأعداء آباءه وأزداده سيقتلونه هذا وارد ولكن خلينا نقترب أكثر فسبب الغيبة خوف القتل الرواية الثانية نفس هذا الباب قال عن مروان الأنباري قال خرج من أبي جعفر عليه السلام خرج يعني رسالة يعني مكتوب كتابة من الإمام الباقر مكتوب رسالة هذه نصها خرج من أبي جعفر عليه السلام أن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم أن الله إذا كره لنا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم يعني غيبنا عنهم فالقوم الذين غاب عنهم الإمام إمام زماننا كرههم الله لأنه يقول الإمام إذا كره لنا جوار قوم الله بعبارة أخرى كره هؤلاء القوم الذين غاب عنهم وغيب عنهم إمام زمانه كره جوارهم لماذا كره جوارهم يعني كره الله سبحانه وتعالى أن يجاورنا أن يحضر بيننا إمام زماننا علنا يعني يعني نحن لسنا بأهل لأن يظهر لنا إمام زماننا بعبارة وأخرى القوم والشيع الذين عاشوا في زمن هذه الغيبة يا الله يكرههم الله لماذا يبدو 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 لأن بعضهم من هؤلاء الذين يحبونه أما سيتسببون بقتله وأما سيباشرون بقتله فإلهنا سبب من أسباب الغيبة خوف القتل ما للذي يحتمل أن يقتله قومه أهله شيعته بعبارة محبوه ولهذا الله سبحانه وتعالى رفع عنهم جواره ما أطيل نذهب إلى رواية أخرى رواية الثالثة التي أقرأها لكم عن نفس إمام زماننا رواية في هذا الباب رقم سبعة عن إسحاق ابن يعقوب واحد من علماء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى زمن النواب الأربعة إسحاق ابن يعقوب قال أنه ورد عليه من الناحية المقدسة إشارة اسم الإمام هذا الناحية المقدسة ورد عليه من الناحية المقدسة على يد محمد ابن عثمان العمري النائب الثاني للإمام رسالة كان إسحاق ابن يعقوب أرسلها للإمام يسأل فيها أسئلة أسئلة كثيرة والرسالة طويلة لكن هنا المجلس رحمة الله عليه ينقل مقطع مناسب لهذا الباب من هذه الرسالة قال شنو الذي جاء في هذه الرسالة كأنه إسحاق ابن يعقوب سأل عن علة الغيبة ما هي علة غيبتك يا ابن رسول الله قال وأما هذا كلام الإمام إمام زماننا قال وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول ماذا يقول إمامنا يستشهد بآية قرآنية ما هي هذه الآية الآية من سورة المائدة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم إذا نعطيكم الجواب الصحيح لا تسألون عن أشياء إذا نعطيكم الجواب الصحيح تتأذون شون الأذين كل واحد من عندنا يدري يعني كلام علة الغيبة أشياء أما عقلنا ما يحتمل ها وأما معناه النقص فينا فما يريد الإمام يذكر شيء يؤذينا لكن رح يذكر شيء آخر أما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم إنه رح يبين يعني ما رح يبين لكم علة غيبة الواقعية اللي إذا أجاوبكم عليه تتأذون رح يجاوب جواب آخر جواب الذي تحتمله عقولنا وتتقبل وما رح نتأذى قال إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه كل واحد من الأئمة من آبائي بايع الطواغيت وإني أخرج حين أخرج هذا سبب غيبتي وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقه ما مبايع واحد ما متحمل مسؤولية من أي واحد ما منطعه لأي واحد بالأمان حتى عندما أخرج أقتل كل من يستحق القتل لأن لم أعطيه الأمان بل كبالعكس أتممت عليه الحجة وأرفض موضوع ثاني كيف الإمام يتم الحجة على كل من في الغيبة يتم الحجة عليه قبل الظهور فلم يؤمنوا وسيقاتلونه فيقتلهم ما أكو أي بيع في عنقي وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي هذا اللي هنا أنا بيين سبب اللي نحن نتقبله ونقنع به وما نتأذى وأما هذا تكملة هم مهمة وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي سائل كأنه إسحاق بن عقبي اللي كاتب الرسالة إذا غيب هاي الشيء عشلون تستفاد من عندك وأما وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكل انتفاعي بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب كيف ننتفع من الشمس متى ننتفع من الشمس الشمس سواء كانت غائبة ليل أو كان نهار إذا عدمت الشمس شو يصير تنعدم هاي المجرة كلها تنعدم الكرة الأرضية تسيخ بأهلها أنا مثلي الإمام يقول كالشمس بعد الطف تنتفعون بي كما ينتفع من الشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب الشمس إذا أشرقت إلى أن يذهب نورها نورها سيدخل إلى البيوت كلها نورها سيشع على فرد فرد من الموجودين تمام لولا الإمام يقول أنا مثلي مثل الشمس كل واحد منكم ينتفع مني وهذا فرد معنا جدا عميق ولا أريد أن أتوقف عنده يعني على الأقل أشير إشارة سريعة وأمر كل واحد مننا ينتفع من إمام زمانه وفي حال غيبته يعني الإمام مطلع على أحوالنا ويدير أمورنا بحسب المصلحة التي هو يراها تنتفعون في أديانكم في أموالكم في معرفتكم في كل شيء الإمام يتصرف بنا يتلطف علينا يوجهنا هو الذي يوفقنا لنحضر مثل هذه المجالس لنحيي بها قلوبنا بذكر محمد وآل محمد فالإمام شمسه سواء كانت خلف السحاب يعني خلف الغيوم أو كانت مشرقة خرجت النور سيدخل إلينا وسيصل إلينا حتى لو كانت الشمس خلف السحاب وخلف الغيوم كل شيء هنا مربوط بالشمس كل شيء منا مربوط يعني بإمام زماننا شوف الصورة جاية تتضح عندك الغيبة بحسب كلام أهل البيت حضور أو غيبة الإمام سببه وكيف ننتفع من الإمام في حضوره وفي غيبته بعد قال وإني لأمان لأهل الإمام يقول وإني لأمان لأهل الأرض لأنه أنا إذا ما موجود حتى له غايب خلف السحب إذا أنا موجود لو للحج عدنا في الروايات تسيخ الأرض بأهلها تروح تمور تجور صير بحر تختلف تنتلف كل الأرض فسبب وجود الأرض وسبب بقاء الأرض وثبات الأرض ومن على الأرض وبعد يقول وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء هذه النجوم إذا تخلخل مكانها في السماء راح النظام نظام السماء يتخربط تحترق كل السماوات الأرض هم هالشكل وجود إمام زماننا سواء خلف السحاب أو أمام السحاب يسبب ثباتنا وجودنا وإلا النظام نظام الوجود كله يتخلخل فأغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم يعني إذا تفتهمون هذا كاف عليكم بعد لا السؤال مثل هذه الأسئلة فأغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفوا على ما ما قد كفيتم هنا أكو أمور ما تحتاج إحنا مدبرين لأمور وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج هذا طلب الإمام أو أمر الإمام مني ومنكم ومن كل أشيائه وفقط ألفت انتباهكم هذا موضوع طويل نحن نتصور أن نكون منتظرين نكثر الدعاء لفرج إمام زماننا هذا الدعاء كل لسان كلمات نجريها النبي والبيت يقولون الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر الدعاء للفرج يحتاج إلى عمل عمل للفرج عمل للظهور وأكثر يعني أكثر العمل للظهور للفرج مو بس لقلقت لسان وطبعا نحن حتى لقلقت اللسان بعيدون عنها فأكثر وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج يعني أكثر العمل لتعجيل الفرج وهذا موضوع قلت مفصل ومخصوص ربما إذا وفقنا المولى ووفقني سيدي ومولاي صاحب الأمر والزمان في أوقات أخرى أطرح هذا الموضوع لكم كيف يكون علينا العمل لظهور إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف فإن ذلك فرجه معناه مشاكلكم تنحل كلها إذا عملتوا لفرجي بعد ذلك يقول والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى مو السلام عليكم كلكم معناه أكو ناس في زمن إسحاق ابن يعقوب وفي هذا الزمان راح يقرؤون هذه الرسالة وهم ليسوا ممن اتبع علي الهدى علي وأهل بيته والسلام عليك وعلى اتبع الهدى أقرأ بعد رواية حتى تتضح الصورة عندك أكثر عرفني حجتك هذه زاوية واحدة جدا ضيقة فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني قال عن رواية رقم ثمانية عن جابر الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري تعرفونه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله هل ينتفع الشيعة بالقائم عليه السلام من ذاك الزمن من زمن النبي النبي يهيئ الأرضية لإمام زماننا ويعرف المؤمنين الذين حوله بإمام زماننا كم أمر الحج مهم وكم أمر إمام زماننا مهم ونحن صدقوني على أولكم غافلون عن إمام زماننا ولا نعرف عنه شيء ورح أذكر لكم مثل لمن أنته من ذلك الروايات أراويكم عثني بالنبوة إنهم يقسم النبي إنهم لينتفعون به كل واحد منكم ومنا ومن الشيء ينتفعون بإمام زماني ألطاف توجه هو يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء فتن شديد واصطلمكم قطعكم الأعداء صدقوني مقطعين أعداء أهل البيت كثير منا ومن كبارنا يعتقدون اعتقادات أعداء أهل البيت ونحن غافلون ونحن نتبعهم أيضا فقال إي والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به ويستضيؤون بنور ولايته في غيبته كنتفاع الناس بالشمس وإن جل لها السحاب نفس كلام الإمام فردا فردا من الشعة الإمام ينظر إليه ويعتني به ويحاول أن يعلمه وأن يزيد علمه وأن يزيد معرفته وأن يدفع عنه البلايا وأن 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 ولكن نحن غافلون هذا قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمع هل أعيد لك العبارة قال ويستضيؤون بنور ولايته يستضيؤون يعني كل ما يزدادون إيمان كل ما يزدادون علم كل ما يزدادون ما عرفه منه هو وإذا ما ازددنا نحن السبب فعلنا شيء قطعنا أنفسنا عن إمام زماننا طيب وهنا أشير فر الإشارة يستضيؤون بنور ولايته في غيبته هم يتنورون يتعرفون يتعلمون كل شيء بفضله يعني في كل حركة بولايته نستضيء ما تستغرب هكذا مخلوق هكذا موجود يقولون لنا إذا ذكرته في صلاتك صلاتك تطل يستضيؤون بنور ولايته نافذ في قلوبنا في وجودنا في كل جزئيات الحياة متلطف علينا متفضل علينا وبعدين إذا نجي نذكر بالصلاة لا نذكر جد أمير المؤمنين عليه أنظر الصلاة والسلام يقولون لنا صلاتكم تبطل تقبلون هذا الحجي بعد رواية 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 رقم عشرة رواية رقم عشرة عن زرارة بن أعين قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد عليه والسلام يقول إن للغلام نفس العبارة يعني الإمام إمامنا زمن تقية جاي يتحدث مير يذكر اسمه إن للغلام غيبة قبل أن يقوم قلت ولي ماذاك قال يخاف عجيب وأشار بيده إلى بطنه وعنقه شنو الإشارة إلى بطنه يعني يطعنوا في بطنه وإلى عنقه يعني يضربون عنقه بالسيف منه سيتبين ثم قال وهو المنتظر الذي أو نقول المنتظر هو ينتظر الإمام ونحن لا ننتظره تركنا وشأنا وهو المنتظر أو المنتظر الذي يشك الناس في ولادته من الناس من الشعر موجودين الآن أسماء كربما سمعتم بها واللي ما سمع خلي يسألني أقول لا من أهل العمة ومن تلامذة الرموز ومعروفين قال وهو المنتظر الذي يشك الناس في ولادته فمنهم من يقول إذا مات أبوه مات ولا عقب له مات الحسن العسكري وما عنده ضرية وأنتم تعلمون ولادة إمام زماننا كانت في الخفاء والذي شهد الولادة أمه وعمته السيدة حكيمة عمة الإمام الحسن العسكري وبعد ذلك الإمام أراه لعدة قليلة من أصحابه يخاف عليه القتل قال إذا مات أبوه مات ولا عقب له بعض يقولون هكذا هذا موجود الكلام ومنهم من يقول قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين لأن الله عز وجل يحب أو يجب أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبطلون كلمات مختلفة آراء وتركنا للإمام هو لسان حال ترك الإمام يعني ننكر وجوده عدم توجهنا للإمام عدم توصلنا بالإمام عدم طلبنا معرفة الإمام عدم انتظار الإمام لسان الحال يعني إمام ما موجود مات أو هلك في أي واد سلك رواية رقم 18 قصيرة أيضا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق بس روايتين يمكن بعد قراء لك واكتفي روايتين أو ثلاث عن أبي عبد الله عليه السلام قال للغلام غيبة قبل قيامه أيضا اسم الإمام غلام كنية رمز يستخدمون قلت ولمة قال يخاف على نفسه الذبح بعد راح تبين سالذبح منه ربما الذبح يتبادر إلى ذهنك أول أيام بلي أول أيام لما استشهد إمامنا العسكري الكل السلطة العباسية الخليفة العباسي وجراء وسط كانوا يطلبونه وليغتلونه لكن راح يتضح أكثر بعد من بعد الغيبة الصغرى والغيبة الثانية راح يتبدل الناس الذين يطلبون الإمام لقتله قال عن ابن رآب عن زرارة قال إن للقائم غيبة هذا الكلام أيضا زرارة ينقل عن الإمام الصادق طبعا إن للقائم غيبة قبل ظهوره قلت لما قال يخاف القتل يخاف القتل يخاف الذبح يخاف الطعن يطعنوه من اسمع هذه رواية رقم 21 عن أبي خالد الكابلي في حديث له اختصرناه لماذا تقول اختصرته رواية أنا شايفة أدري به ذكركم هنا سابقا طويلة ما أرد أذكركم هنا حتى لا أخذوا من وقتكم قال في حديث له اختصرناه قال سألت أبا جعفر أبو خالد الكابلي من أصحاب الإمام زين العابدين وأصحاب الإمام الباقر عليه السلام قال سألت قائم حتى أعرفه بإسمه قال الإمام الباقر أنت تعرف أنا من خواص أبوك وكل شيء أسألة كان يجيبني الآن أنا أريد معندك جواب واحد أخبرني اسم مهديكم ما هو حتى أعرفه بالاسم شنو الجواب فقال يا أبا خالد سألتني عن أمر يعني أكشف اسمه سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضع بضع من يكون من بني فاطمة من الشيعة يعني وما احترامي للسادة الموجودين لكل سهل لا تصور عن السادة عامة السادة لا بني فاطمة الذين بأيديهم القدرة الناس تتبعهم تسمع كلامهم حرصوا إذا عرفوه هذا يبدو على طول زمن الغيبة هل الأمة أبقوا اسمه غير معلن عنه وأخفوا شخصه وبينوا شخصيته لخواصهم بينوا اسمه خوفا يبدو إذا قسم من الشيعة من بني فاطمة وهناك يعني من يدعون يتشيع وبأيديهم قدرة حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة عرفتم إلى هنا واحد من الأسباب أسباب الغيبة خوف القتل والقتل ربما في فترة كان من الأعداء أول أيام استشهاد الإمام الحسن العسكري الخليفة العباسي وجلاوزة بني العباس يطلبون الإمام لقتله ولكن من بعد صار من الذين يدعون المحبة لأهل البيت والتشيع لأهل البيت وحتى لو كانوا من بني فاطمة وسمعتم الإمام ورسول الله يبين عن إمام زماننا وجه الانتفاع به في غيبته كالانتفاع بالشمس إذا جللها السحاب كل الوجود متعلق به هذا كلام أهل البيت وهذا تعريف أهل البيت لإمام زماننا ولغيبته رح أقرأ لكم من كتاب عالم من علمائنا رمز من رموزنا طبعا قبل لا أذكر لكم الكتاب أنتم اسألوا وابحثوا تجدون أحد من رموزنا يؤلف كتاب في إمام زمانه مؤكو إلا القليل النادر الكل يكتبون يعرفون فقط شيء واحد الفقه والأصول أما إمام زمانهم صدقوني كل شيء ما يعرفون يؤمنون بإمام زمانهم إذا أقول لكم يعني بحسب ما يؤمنون به أبناء العامة ما تصدقون هذا العالم يحب الإمام المهدي حب شديد ومن شبابه ألف أربع مجلدات أربع كتب عن الإمام الحج هذا واحد منها هذا جزء الثالث من الرموز المعروفين ما أذكر الأسماء اسم الكتاب موسوعة الإمام المهدي جزء الثالث بالذات عنوان هذا الجزء تاريخ الغيبة الكبرى وإذا أريد أن أتحدث لكم عن الكتاب ماذا كتب فيه يأخذ وقت طويل لكن سأقرأ لكم فقرة أو فقرتان مما كتب عن الإمام وعن غيبته شوف كلام أهل البيت وين وكلام هذا الرمز الذي يحب الإمام ويعشق الإمام وكان في النجف اتهموه اتهمات كبيرة لأنه كان يتوجه للإمام في شبابه بعد ذلك ادعى الاجتهاد ادعى المرجعية تبدلت الأمور صارت اتهمات غير شكل وعلى غراره جماعة والناس اللي تحب شكلوا جيش سموه بجيش الإمام المهدي انظر ماذا وكيف يعرف لنا إمام زماننا صفحة 34 ويمكن للمهدي عليه السلام أن يعيش في أي مكان يختار هافزة من الغيبة يعني أن يعيش في أي مكان يختاره وفي أي بلد يفضله طبعا احنا عدنا روايات مكانات الأمة مشخصة أبي رضوة أم غيرها أم ذيطوة عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى وما شاكل رضوة معلوم مكانها وذيطوة معلوم مكانه كربلة ومدينة مذكور بالروايات يقول بأمكانه أن يحاءه ويختار البلد اللي يعيشه من دون أن يلفت إلى حقيقته نظر أحد يريد يتخفى عن الناس حتى أحد لا يعرفه وتكون حياته في تلك الفترة كحيات أي شخص آخر سمع 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 حياته بالفرق 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 يبيع لبلبي سوى باقي اللو دهين يعيش بالأعمال الحرة يعني هذا فهم كبير من الرموز شوفوا كلام أهل البيت والإمام في أي واد وهؤلاء في أي وادي النبي قال وهو الإمام قال وأما وجه الانتفاع به فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأفصار السحاب وجودكم متوقف علي بوجودي ويستضيئون بنوري ولايته الذين يلتفتون إلى رح طلع رجال يبيع على باب الله ويعيش هذا كلام من روايات أهل البيت يبقى أقرارك بس هذا النص من زيارة الجامعة الكبيرة حتى أكد لك المطلوب كم الفارق في معرفة الإمام عند الرموز ومعرفة الإمام في كلام أهل البيت وكيف رسول الله ولئن معرفوا إمامنا ووجبوا علينا معرفة الإمام وإلا نظر هؤلاء هؤلاء شو سميهم ظالين لو لا من أدري أقرأ أقرأ لكم هذه زيارة الجامعة الكبيرة كوكم تقرأوها وتخاطب الأئمة الأربعة عشر تجزورهم واحد منهم أمهام زماننا ماذا تقول له بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث يرح يشتغل بالأعمال الحرة حتى يبيع بها ما أقل لي ما أدري بالتجارات وبالزراعة وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض يعني بك يا صاحب الأمر إلا بإذنه لتسقط السماء على الأرض هو الإمام كودي إذن وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله كل العلم الذي عند الرسل هو عندك وهبطت به ملائكته كل ما نزلت الملائكة معلوماتها عند إمام زماننا نحن نوجب عليك كودي سوي حكومة إسلامية ونحن نعلم كودي سوي وإلى جدكم يعني إلى جدك يا صاحب الأمر والزمان بعث الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤتى أحدا من العالمين يبيعون جيغاير اشتغلوا على باب الله طأطأ كل شريف لشرفكم الأنبياء يطأطون رؤوسهم لكم وبخع كل متكبر لطاعتكم ترغمون أكبر واحد القدرة الإلهية بأيديكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم قدرتكم على ذرات الوجود كلها بأيديكم قدرتكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم العاية تقول وأشرقت الأرض بنور ربها هذه من الآيات التي تنزل نزلت بخصوص يوم ظهور إمام زماننا بنور ربها تشرق الأرض يعني بنور مهدي آل محمد وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن هذا إمام زماننا بحسب كلام أهل البيت وذاك كلام الرموز الذين لا يعرفون شيء عن إمام زماننا فضللت عن ديني أم مهتدون إلى الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة